أهلا بكم الجديد شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا عبر تقنية المناظرة المرئية في اجتماع للمديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة داعش التي انعقد في بروكسل ذلك بمناسبة إطلاق مجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا تابعة للتحالف وتميز هذا اللقاء الافتتاحي بمداخلات الرؤساء الأربعة لهذه المجموعة من ضمنها مداخلات لكاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوي جي دي مايو وكذا سفير النيجر ببروكسل الحسن أيدي وأوضح بلاغه لفزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن اختيارها المغرب رئيسا مشاركا لهذه المجموعة الجديدة يؤكد الدور الريادي للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب ودعم السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا